هلأ وصلنا لمحطتنا التالية الصناعات النسيجية هي من الصناعات الرائدة بسوريا واليوم طبعا ضمن محطتنا رح نحكي عنها بخبرات سورية وأكاديمية قادرة على ابتكار ممكن يساهم بتحسين آلية لف الأقمش المنسوجة ومراقبة جودتها من خلال نموذج لآلية لف مطاوي كبيرة للقماش المنسوج على آلة النسيج مع تقنية كشف العيوب أكيد سلمة هذا المشروع جزء صغير من عدة مشاريع يتم العمل عليها ضمن قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية والتقانتها رح نتعرف على هذا المشروع بشكل أكبر وموسع ضيوفنا الدكتور طاهر بركات رئيس قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية والتقانتها في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمشرف على مشروع آلية نطاوي النسيج الدكتور مجد بركات والطالبة المشاركة بالمشروع في تنفيذ وتصميم المشروع ابتسام خليل يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا فيكم صباح الخير صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم رح نبلش مع حضرتك دكتور طاهر بداية نحكي عن أهمية هذا المشروع المشروع واليوم قدي مهم اليوم عم بيكون عدد كبير من المشاريع ضمن عنكم نحكي شوي عن أهميته بالذات أولا صباح الخير صباح الخير لكل أهلنا على امتداد ساحة الوطن في سوريا وخير ما نبدأ به تحييات إجلال لجيشنا العظيم والرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء للجرحة ورحمة الله هذه الأرواح الطاهرة التي نحن بسببها اليوم مجتمعين هون وأيضا موجه تحيي إلى وزارة التعليم العالي وجامعة دمشق وعمد كل الهندسة لدعم المستمر للمشاريع سواء كانت في مجال الأبحاث العلمية أو المشاريع للتخرج غيرها نحن قسمنا قسم حديث أحدث عام 2000 والهدف من هالقسم قسم هندسة صناعة نسيجية هو دعم قطاع الصناعة دعم كادر الفن بيه ورفضه بكوادر مدربة صحيح مهندسين يخدمون ما يتعلق بهذه الصناعة وبالتالي قسم فيه عندنا مرحلتين للدراسة مرحلة الإجازة عندنا بحدود 500 طالب بدرسوا هندسة الغزل والنسيج وبعدها عندنا أيضا مرحلة مرحلة الماجستير أيضا في تخصصات في هندسة تكنولوجيا الغزل والإياف هندسة النسيج هندسة السباغة والطباعة والمعالجات بشكل عام القسم شارك فيه كثير نشاطات في البلد وعلى تواصل مستمر مع الحياة العملية للصناعة بكل أنواعها ومشاريعنا الحقيقة إلى طابع تطبيقي بجوز تختلف عن باقي المشاريع كون طلابنا بيختعوا للتدريب في هذه الشركات الشركات للغزل والنسيج وبيجيبوا الأفكار من واقع المشاكل الصناعية ومشروعنا اليوم سترك لطلابنا يدرسوا يحكوا عنه هو من واقع المشاكل التي تعنيها الصناعة السورية ويقدم إضافة معرفية وفنية وتقنية في هذا المجال وأيضا الأهم أنه صار تنفيزه كاملا وفق الرؤية العلمية والتصميمية والشناعية وهو شيء مناسب للواقع جاهز للاستثمار بشركاتنا تفاصيله راح تركها لطلابنا إضافة لذلك أن القسم لا يزال يسعى سنويا من خلال 30 مشروع التخرج وعدود 20 لحد 30 مشروع إنتاجي بانتقاء موضوعات لها علاقة بقضايا المجتمع يعني ليس البحث لأجل البحث وإنما البحث لحل مشكلة أو لتحليل واكتشاف وبرهنة ظواهر معينة تخدم القطاع الصناعي النسيجي في سوريا بشقي طبعا القاص والعام وإننا اتفاقيات عديدة يعني مع جهات محلية مع غرفة الصناعة مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وأيضا إلى نشاطات خارجية نحن نشارك أيضا في المحافلة الدولية بما يتعلق بالأبحاث النسيجية سواء كان بالمشاركات أو بالتحكيم أو غيرها يضاف إلى ذلك تعاوننا الوسيق مع أقسام هندسة الغزر والنسيج بجامعة حلب بجامعة دمشق بحمص وأيضا في المشاركات مع المعهد العادي لبحوث البيئة ما يتعلق بالتروس الناجم عن الصناعات النسيجية طبعا جامعة الشريط وإيدنا ممدودة لكل مراكز الأبحاث والهيئات الصناعية والعلمية داخل البلد وخارج البلد للتعاون لما يخدم القضايا المجتمعية في سوريا أولا وفي العالم والإنسانية لأن سوريا تميزت عبر التاريخ إلى رسالة كرفت فيها الإنسانية ونحن نستمرين رغم كل هذه الظروف ومعنوياتنا عالية ومتفائلين جدا إن شاء الله أهم شيء يمكن أننا ببداية حديثنا تعرضت سوريا لحرب عشر سنوات استهدفت جميع القطاعات من أهم هذه القطاعات هي القطاع الصناعي نعرف كيف هو داعم أساسي للاقتصاد الوطني اليوم لما نقول نحاول أن ننشئ طلاب يكونوا منسجمين مع الواقع الصناعي لأننا نعرف الحصار أسر إنه أنا أدي استيراد قطاع يعني حديدية أو الآلة أي شيء في مشاكل كثير كبيرة وما عم نقدر اليوم خلينا نحكي معك ابتسام أنت مشاركة بهذا المشروع تصميم وتنفيذ المشروع شو اللي بيختلف عن آلية المشروع آلية الآلات الموجودة هيدا المشروع شو اللي بميزه يعني هو بيختصر وقت هو بيناسب الواقع الحالي لنقدر نتخطى بعض المشاكل اللي عم نشوفها تماما هالآلية لف القماش هي تنضاف على آلة النسيج بعدها ما يستعم باقي آلات النسيج إنه هي بتزيد الاستيعابية آلة النسيج بالقياس بالهيكل طبعا الأساسي حسب ما بيجي من الشركات المصنعة بيكون فيه إلى استيعاب معين فنحنا لما نركب هذا الجزء من الآلة على خارج هيكلة للآلة نحنا منزيد استيعابية الآلة بنفس الوقت للأقمشة اللي بتحتاج خطوط إنتاج طويلة أو الأقمشة اللي تقيلة مثل أقمشت الجنز أو أقمشت الشوادر من زيادة إنتاج واختصار وقت أو غيرها تمام فنحنا منزيد الإنتاج وبنفس الوقت منوفر الوقت اللي منبدل فيه استوعنات النسيج المليئة بالفارقة وبنفس الوقت منوفر وقت وجهد لأنه نحنا دمجنا مع تقنية لكشف العيوب كشف العيوب ظاهريا نحنا منكشوف العيوب بالدقري هو على الآلة ففينا نتداركه فورا ومنوفر وقت بهذا الشي ومنوفر جهد كمان بقسم الفحص الأولي فهذا كان هدفنا الأساسي بالمشروع اللي هي أمياز ويكون كمان بقدم هدفه بشكل كمان أكبر وأوسع هذا الشي كتير مهم ويمكن دكتور مجد إذا دخلنا أكتر بالتفاصيل اليوم بعض الآلات الحديثة بتكون بهذه المهام اللي بتكون مبرمجة على هذا الشي ولكن نحنا بيزلها الظروف صعب يكون عنا كل هاي الميزات بآلة واحدة فأنتوا اليوم قدرتوا تعملوا تعديل يعني إذا نحنا مقادرين نجيب هيك آلات فنقدر نعدل على بعض الآلات الموجودة هل هي تدخل على كل الآلات ولا فيها مثلاً آلات معينة ارتقيتوا أنه هي ممكن تقبل هاي التقنية وتتطور فيها نعم يسعد صباحكم وشكراً لأهتمامكم بحب نوه قبل ما أبدأ الحديث عن الآلة أنه هي كان ثمرة مشروع تخرج والإشراف مو بس كان من قبل كان كمان فيه مهندس الأستاذ علي بلوق مع المهندس الإبتسام كان فيه ثلاث طلاب مميزين دعاء فراج ونغام سارم موجههم تحيي نعم الفكرة للمشروع كانت مستنبطة من حاجة القطعة الصناعية وجود هيك آلية تضاف لآلة النسيج بيعطيها ميزات إضافية لتشغيل أصناف مكان تقدر تشتغلها ونحن نعرف في هذه الظروف حالية موضوع الاستيراد والقطع الغيار موضوع صعب لذلك كان هدف الأساسي أنه نصمم ونصنع موضوع التصنيع صدقا هو في جرأة كبيرة نحن باختيار الفكرة لأنه يهمنا نحن بالنهاية التنفيذ على الأرض الواقع يكون حقيقي ومناسب يعني أنا مو بس بدي أعمل هيكل يشتغل نحن نفذناها بالأخير وجربناها على أحماش منسوج منتج الحمد لله كانت نتائج كتير مناسبة لأنه نحن في عنا قيام ميكانيكية واستطاعات وسراع زوم عطلات هيكلة تدرسناها وصممنا على الأساسها وقمنا بتعديل التصليم أكتر من مرة لحتى وصلنا لنموذج نهاي هو النهاي نموذج مصغر ولكن أي شركة تطلب هيك نمازج نحن بإذن الله نحن الدراسة فينا نعممها على آلات بحسب المطلوب ولكن الأهم أنه أنه قدرنا نصمم هذا الجزء من الآلة ونصنعه بالكامل بدون استرار أي قطعة طيب دكتور طاهر خلينا نحكي عن مقطة أساسية ذكرتها خلال حديثك عن قصم مهندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتحانطها لكل الطلاب هنا الهدف الأساسي هو رفض الواقع الصناعي بطلاب مهندسيين هنا نبيعرف الواقع الأساسي المشاكل الأساسي يقدروا يتعاملوا معه والهدف مثل ما حكى الدكتور أنه في تصنيع مو فقط لمعالجة المشكلة لا ممكن نحن نقوم بتصنيع آلة بعيدا عن الاستيراد اليوم قديش مهم هيدا الشيء؟ خلينا نحكي عن هيدا القسم عن هذول الطلاب شو بيتضمن قديش فعليا في مواهب وقدرات استثنائية لهدول المهندسين اليوم نحن بنعتز فيهم القسم تميز بكل دفعاته حقيقة أول دفعة تخرجت عام 2005 وأنا اللي كان شرف أني رافقت تأسيس الأقسام الثلاثة بتلت جامعات موضوعاتنا كان دائما تهدف إذا حلنا مشكلة فإذا جينا على الجهاز اللي نفذوه طلابنا كنموزج عن هذه الأجهزة هنم دمجوا عمليتين بعملية واحدة العملية الأولى هي عملية اللف خارج النول نحن نسميها أو الإدارة المنفصلة هذا نظام حديث لسحب لف القماش في الآلات النسيج الحديثة فإذا كان أنا عندي صالة على سبيل المثال كان صالات بالدبس أو بالخماسية أو بالسورية إذا كانت صالات لا تقل فيها الآلات عن ميتين آلة ميتين آلة بدأ ميتين جهاز من هذا كل آلة بدأ جهاز لحالة تعطينا فرصة في زيادة الإنتاج بسبب تخفيف التوقفات لاستبدال المطوية يعني ممكن نحمل الفعلية بحدود ثلاثة طون أربعة طون خماش في حين أنا داخل النول في طاقة استعادية مثل ما حكوا الدكاترا أنه مضطر أنا بدل باستمرار المطوية وبالتالي فيه ضياع بالوقت الآن الناحية الأهم أنا دائما بركز على شغلي أن الطلاب لما بينفزوا الجهاز حطوا الرسوم التنفيذية بحيث يستطيع أي واحد صناعي وميهني محترف ينفزه اثنين الخطوة التالتين نسعى إلى الحصول على براءة الاختراع وكثير من الأجهزة حصلت على براءة الاختراع لأجل الحماية ثلاثة البعدها يلي هي الخطوة الأهم يلي دائما نقول ما كثير من تغفق فيها هي التسويق سواء كان لشركاتنا بقطاع العام أو الخاص أو نحن العالمية هدفنا دائما العالمية طبعا من خلال معاصرتي لتأسيس جمعية المخترعين ومعرض الباسل على مدى عشرين ثلاثين عام ما في جهاز اللي اطلعت عليه كرأي سيجني كنت لتقييد كنت قلت دائما نحن نريد الخطوة الأخيرة اللي هي التسويق عن طريقة تعاقد تعاقد مع الجهات المعنية العامة أو خاصة وبالتالي يجينا مردود للطارب أو للمهندس بحيث أنه كمان هو يستمر بأبحاثه بشكل عام وهي الغاية الأساسية اليوم الدكتور هناك أيضا من وجودكم معنا اليوم نحن كمان ندعي كل اللي اللي عم بيتابع طبعا شاشة الإخبارية السورية هو قادر أنه يتبنى هاي المشاريع نعم أنه يتوجهوا وخصوصا الصناعيين اليوم في منهم كتير صار عندهم تضرر بالآلات فبالتالي نحن اليوم عم نوفر لهم فكرة هاي الفكرة ممكن نساعدهم نعم بقادم الأيام ولهيك بدي أسألك ابتسام يعني اليوم قديش حرصتوا على أنه هذا النموذج يكون سهل التنفيذ ومثل ما قال الدكتور ما يكون بحاجة لقطع غيار مفقودة ضمن البلد تمام نحن هاد كان هدفنا الأساسي بالمشروع أول شيء لأنه أولا أهميته إجيت أنه هو تصنع بخبرات وطنية دائما تصنع بمواد كانت صعبة الحصول عليها بس متوافرة وتصنع كمان كما تفضل الدكتور طاهر أنه بمشاكل من قلب العمل فينا نقول لأنه نحن زرنا كتير فركات بالقطاع العام لحتى قدرنا نستنتج فكرة المشروع المشروع بيجي كمان أهميته أنه نحن بفترة هلأ نهود بالاقتصاد بالوطن ونعود بالقطاع الصناعي وبفترة نحن قادرين نرجع نخطط المصانع إذا فينا نقول فهي القالة كتير رح تكون موفرة وكتير رح تكون جيدة وكتير رح تزيدني الانتاج ورح ترجع لسوريا الميزة بالأقمشة اللي كانت تمتاز فيها دائما ويا من أهم الصناعات الصناعات النسيجية السورية أكيد رح تساعد كتير بتنخيب القماش وأنه يرجع مكانة سوريا بالقطاع الصناعي وخاصة بالألبسة لا يوجد هناك طلاب مثلكم نشيطين أكيد نحن واثقين من هذا الكلام دكتور مجلد خليلنا نحكي عن الجدوة الاقتصادية للمشروع لما نحكي عن المشروع مهم مثل هذا نحن نحن نحكي اختصار للوقت اختصار مثل ما قلنا لكتير من المشاكل عم تحكي يا طول بابتسام وبنفس الوقت فيه انتاج بيكون مضاعف فأكيد فيه جدوى اقتصادية مختلفة لأنه هذا بيكون كله بيصبي مصلحة بالأخير الاقتصاد الوطني نحن نحكي عن اقتصاد داخلي بعيداً عن الاقتصاد بالعالم صحيح هو الهدف النهائي من أي مشروع هو أن يكون له جدوى وبالتالي تحقيق فائدة لتصنيعه لأنه يعني فينا نعطي أمثلة مثلاً هذه الآلة فعلياً إذا تم تفعيلها أنه أنا سنوياً كنت أنتج هالأد فيني أنتج هالأد فيني اختصار هالأد مثلاً الأول شيء هو نحن صممنا بروتوطيب نموذج مصغر يعني نحن ما فينا نقارن تكلفة هذا الجهاز مع تكلفة جهاز الحقيقي ولكن نسبياً أول شيء يعني فيه أكيد اختصار كبير بالتكلفة في حالة من الاستيراد ها أول واحدة الثاني واحدة نحن موضوع اللف مو بس بيفيدنا أنه نبدل مطاوة بصراحة موضوع اللف هو خاص بالأصناف ذات التجهيز الطويل الخطوط التجهيز الطويلة يعني مثل الجنزات الشوادر حتى الأجواخ إلى آخرين هاي الخطوط خطوط طويلة بحاجة لكمية كبيرة لتغذيتها بقماش منزوج وبالتالي أنا لما بغسيها بكمية صغيرة بتوقف الخطوط وبصير في مشاكل بالجودة هاي أول شيء الثاني شغلة نحن موضوع تكشف العيوب على الآلة هاد مفيد جداً من حيث أنه العامل قادر أنه يكشف العيب ويصحه أو ينخي بالقماش بالحال العادية شو عم يصير بالحال العادية في عنا قسم خاص لفحص الجودة هذا القسم نحن بوجود هاي الآلية عنه المباشرة على الآلة فينا نستغني عن هذا القسم تماماً يعني هاد القسم بصير في إله محدودية بالعمل أو حتى ممكن نختصره وبالتالي منكون وفرنا عمال ووقت ومساحات وآلات وكل هاي التكلفة من وراء ميكانزم نحن هو ميكانزم عالمي نحن طبعاً بمساعدة مشكورين للشركة الخماسية نحن زرنا مثل حق تبتسام أكتر من شركة زرنا ثلاث شركات بس الاعتماد كان على مخططات الآلات بشركة الخماسية مشكور الأستاذ مصطفى والأستاذ أيمن كلهم ساعدونا بالخماسية ساعدونا بالبعض المخططات التي نحن درسناها وصماماً نموزج على أساسها وهيك بالمقابل فين نعكس العملية ونصنع إحنا شيء مناسب للآلات وبالتالي الفائدة مو بس بالتصنيع المحلي وعدم الاستيراد الفائدة بفحص الجودة هذا موضوع كتير مهم الفائدة أيضاً بشريل هذه الخطوط يعني نحن فينا نصنع القماش هاي الكبير وفينا نعطيه القطع الخاص يعني موضوع حتى أننا ما نشغلها وبالتالي فيه إذن عدة عناصر للجدول الاقتصادي وكلها كانت إيجابية نعم مثل ما حكى الدكتور مجد وحضرتك أتلفت ببداية الحديث دكتور طاهر أنه أغلب المشاريع اللي كانت موجودة اخترتوها من الواقع فهذا شي كتير مهم اليوم وخصوصاً كتير نسمع أنه في مشاريع ولكن هي تبقى حبر على وراء غير قابلة للتنفيذ لأمكانيات موجودة أو ما بتتطابق مع البيئة اللي هي فيها خلينا نطلع كمان من خلال حضرتك عن بعض المشاريع الأخرى اليوم اللي أشرفتوا عليها واللي كانت كمان من ضمن البيئة ومهمة جداً قائمة المشاريع تطول تطول كل سنة عندنا بدون في 30 مشاريع 30 مشروع يعني بدنا نستذكر منهم اللي شاركوا العام الماضي بالمعرض في عنا كان مثلاً نحنا خاصية تغيير اللون بالأقمشي هذا سواء كان الألبس العسكري كانوا نعانفين أكتر مغيرة أو الأقمشي المصبوغة وبالتالي صممنا الجهاز يعني الآن إذا بدنا نجيبه بحدود شي 50 مليون حقوق زو كفاءة عالية ويضاهي الأجنبي ونفرقوا على الأجنبي أبداً بيختبر مقاومة الألوان للاحتكاك نحنا الأقمشي اللي بنرتديها ارتداء خارجي أغلبها بتتعرض للتغير اللون بسبب الاحتكاك والغسيل المتكرر الغسيل المتكرر بيعطينا تغيير باللون تصير البدلة ما كتير مناسبة وغير مطابقة لموصفة طبعاً هذا الجهاز بيكتشف نحنا درجة سبات اللون لكل جهاز وهذا لكل إقماش وهذا الجهاز بوجود عنا في المقبار نوع تاني من الأقمشي هي اللي غير المنسوجة عرضنا جهاز نفذ بالكامل من قبل مجموعة كتير كمان رائعة زملائهم بيعطينا قابلية الأقمشي للامتصاص المنفصل سواء كان للسوائل الزيوت مثلاً أو المياه يعني أن يكون خليط من الماء والسائل فأشرفنا على مشروعه أنا ودكتور بيدال زعرور ومجموعة من الطلاب قاموا بتنفيذ الجهاز بنعالج الإقماش بموادنا ناوية وبيطلها معانا يا أما بدنا شرح للماء أو غير مص للماء شرح للزيوت أو غيرها هلأ كانت في أيضاً أفكار نحن عم نعمل دراسات حول السيور الناقلة يمكن أن تتاج السيور الناقلة سواء معامل الأدوية أو معامل الأفران أو غيرها كل شيء في السيور السيور ما صنعت عندنا بسوريا فالسنة طرقنا حل المجال هذا بقوة إضافة لأجهزة ومشاريع في مجال الهندسة الطبية يعني المنسوجات لخدمة الأقمشة الطبية في المشافي في كل مفاصلها سواء كان للمريض أو للطبيب أو العمليات خيوط جراحية يعرفوا في عنا كذا رسالة ماجستير في معالجات الأقمشة أيضاً للموصلية الكهربائية إنتاج أقمشة زكية مسميها سمارت فابريكس يعني الحقيقة لو كان الوقت التسع كنت جبت لكم قائمة طويلة بهذا الموضوع بس بدي ضيف نقطة مشروع أهميته أني اندمجوا مرحلتين بمرحلة نسيت أنا كيفية أول مرحلة هي عملية اللف مثل ما حكت دكتور مجد بكميات كبيرة بتلزم مو بس أنه أنا عم قليل توقفات وإنما عم بحاجتها نحن على المصدر لكن أيضاً عملية المراقبة مراقبة الجودة للقماش وتنخيبه ناخد أول ثاني ثالث كنا ناخد لقماش هذا بعده بطلعنا اللون إلى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الفحص على قسم مستقل الآن هنضافوا شغلة ضافوا شغلة كتير حلوة أنه آلية اللف والمراقبة الجودة بآل واحد الآلة موجودة ضمن صارت قلت النسيج يعني وراء قلت النسيج عم تراقب الجودة وعادينا عمل فيه غلط معين من نسجله فيه خطأ جسيم ممكن نحن نقص لقماش ونوقفه ونبيعه بسعر أقل كنخب ثاني أو نخب ثالث يعني الجهاز له أهم متين اختصر رحلة وأضاف كميات كبيرة جهود جبارة بوجي لو كان فينا نجيبه أكيد تحية لكل العاملين على هذا الجهاز لكل الطلاب السوريين اللي عندهم فعليا مهارات وقدرات استثنائية ختاما وسريعا كلمة أخيرة منكم لدعم هاي المشاريع يعني نحن الهدف من هاي المشاريع هي استثمارة الواقع الحالي قدش بيأثر فعليا على واقع الصناع لأنه نحن بنعرف أنه بدنا سنوات لنرجع نستعيد مكان الصناع السوري قبل الحرب والأزمة على سوريا أنا تاريخيا يعني من ثلاثين سنوات الحال وبعدها خرجت يعني ما عندي كان أدنى شك أنه بقدرات أي مهندس أي كفاء قادرين على التعامل مع المشاكل اللي عنده حل والمساهم بحل واليوم زدنا أكثر قوة بهالكادر المميز اللي عم يتخرج من القسم بمراحله ثلاث حتى دكتوراه عم نمنح نحن ثلاث أنواع من الدكتوراه كلها مشاريع إلى علاقة بالواقع ومشترطة أن يكون إلى علاقة بالواقع الآن التمويل من أينما أجأ مرحب به فنحن الجامعة كنظام الجامعة جامعة الدمشق حسب نظام وزارة التالي هلأ في خطوات جميلة على إيد الرئيس الجامعة الحديث الحالي وفقه الله لأنه في عنا نحن تمويل للمشاريع وأنا بقول للطلاب وعممت عليهم استمارة من يومين ثلاثة حتى المشاريع اللي تنفذت يعني أنا بكرر مشاريع تنفذت يعبوا الاستمارة ويتابعوا شو تكاليف المشروع والجامعة بتمويل إذا كان المشروع إلو حدا بالقطاع الخاص أو قطاع العام مهتم فيه اشتريه أو يسوقه أو يصنعه أو يدعم مبارك به لكن إذا فيه نحن حاجة أيضا للمخابر ممكن المشاريع تخدم تصنيع أجهزي للمخابر هلأ هذا الجهاز بيخدم قطاع الصناعي نحن عنا بالقطاع بالمخابر أكثر من جهاز الآن تصنع لصالح المخابر وبتمويل منها الجامعة سريعا بس دكتور مجردو بس بديحكي كلمة أنا خبل ما أفته بس مشان الوقت تفضلوا كلمة أخيرة أول شيء نحن نتمنى متماح تفضلتم من شوي استكمال حلقة البحث العلمي يعني ما بس نحن اشتغلنا وبحثنا وصمونا إلى آخر لازم يصير فيه تسويق نعم تسويق يكون فيه حدا رابط يتولى هاي المسئولية لأنه نحن ما فينا نشتغل لكل شيء لازم يكون فيه حدا مستقل يشتغل هاي الأمر تفضل هدفنا كان دائما الأخير أنه لا يدعمين نوصق بخبرات الطلاب لأنه فعلا نحن عنا خبرات وقدرات وإمكانيات كتير كبيرة وبدي أشكر بصراحة أعمدة النجاح لأنه دكتور مجرد والدكتور علي بلوق وشركاء بالمشروع اللي لو لا هن أكيد ما كنا هون أكيد تحية إيلون كل لون كلمة أخيرة سريعة كلمة أخيرة أنا أول شيء بشكر كل من ساهم بدعم مشاريعنا وبنوجه تحية إجلال وأغبار ووفاء إلى قائد الوطن السيد الدكتور بشار الأسد الذي لولا صموده لما كنا موجودين في هذا اليوم هنا أكيد نتشكر كنا بالختام نتمنى لكم التوفيق وتحية لكل الطلاب السوريين لديهم فعلا قدرات استثنائية يجب مثل معلتوا بداية حديثة والختام دعم وأستثمار شكرا كثير شكرا لكم لإهتمامكم ومبارك الله شكرا لكم دكتور طاهر قدار والدكتور أيضا مجد بركات والطالبة التسام شكرا لوجودكم ومفاقين ألف شكرا شكرا لكم